هذا وشهدت العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وماليزيا نمواً وازدهاراً متواصلاً على كافة المستويات في ظل ما تحظى به هذه العلاقات الثنائية من اهتمام من قبل قيادتي البلدين الشقيقين وتشكل الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين إحدى أوجه التعاون البارزة العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وماليزيا هي علاقات صداقة وطيدة وتاريخية مبنية على أساس الاحترام المتبادل وضمان السيادة والسلامة الإقليمية لكل البلدين تثبتها التفاهمات الوثيقة بين الحكومتين على مختلف الأصعدة ذات الاهتمام المشترك ولكن الصعيد الاقتصادي في هذه العلاقات بات يشهد نمواً كبيراً واهتماماً ملحوظاً لدى كل الجانبين في الفترة الأخيرة فالعلاقات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين وماليزيا علاقات تشهد تنامياً مضطرداً لما تلقاه من دعم كبير وتسهيلات كثيرة كان لها بالغ الأثر على رفض هذا القطاع الهام فالتجارة البينية بين البحرين وماليزيا للسلع غير النفطية بلغ حجمها التجاري خلال عام 2016 نحو 119 مليون دولار أمريكي وبلغ كذلك حجم التجاري النفطية وغير النفطية مع ماليزيا خلال عام 2016 نحو 357 مليون دولار أمريكي وفي تفاصيل أكثر أكدت آخر الإحصائيات أن حجم الوارد من ماليزيا إلى مملكة البحرين بلغ 92 مليون دولار أمريكي وأما الصادرات فقد بلغت حوالي 26 مليون دولار أمريكي وبالنظر إلى الصادرات النفطية على حدة فقد بلغت 238 مليون دولار أمريكي هذه العلاقات الاقتصادية جاءت نتيجة التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين وماليزيا في هذا الإطار وفي البحرين على وجه الخصوص هناك العديد من الشركات والوكالات الماليزية المسجلة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية فقد بلغ عدد الوكالات التجارية الماليزية المسجلة في مملكة البحرين 21 وكالة ووصل عدد فروع الشركات الماليزية المسجلة في البحرين إلى 9 فروع وعدد الشركات التي يساهم بها رجال أعمال من ماليزيا في البحرين وصل إلى 41 شركة ومجموع رأس المال الماليزي المستثمر في البحرين بلغت قيمته 16.4 مليون دولار أمريكي هذه الأرقام والإحصائيات الهامة جاءت نتيجة التعاون الوثيق بين البحرين وصديقتها ماليزيا وما يربطهما من اتفاقيات وتفاهمات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والفلمية ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقي التجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وقد تم توقيع هذا الاتفاقي عام 1999 وأيضا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وقد وقعت هذه الاتفاقية عام 1999 أيضا وكذلك هناك الاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني حيث وقعت هذه الاتفاقية عام 2001 وعلى ضوء هذه الاتفاقيات الهامة والهادفة إلى رفض القطاع الاقتصادي مع دولة هامة كماليزيا وفرت مملكة البحرين العديد من التسهيلات الاقتصادية ومجالات التعاون الهامة وأكثر ما يهم منها للمستثمر الماليزي هو الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي للبحرين حيث لا توجد أي ضريبة على الأفراد والشركات ولا توجد قيود على تحويل الأموال وكذلك البحرين تسمح بملكية أدنبية تامة للمشاريع وأيضا هناك إعفاء من الضرائب الجمركية على السلع الواردة للمملكة البحرين كما يمكن للمستثمر كذلك الاستفادة من عمليات تمويل المشاريع الميسرة هنا في مملكة البحرين فالمراقب لهذه العلاقات الاقتصادية بين البحرين وماليزيا يجدها علاقات وثيقة ومتينة نتيجة الاهتمام الحكومي في رفضها ودعم عجلتها إلى الأمام وذلك يتجلى بالطبع في الزيارات الهامة لقيادات كل البلدين على أعلى المستويات وفي مختلف الأطر الدبلوماسية والسياسية وبالطبع الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر